شيئاً فشيئاً يتسع نطاق التظاهرات التي نشبت في الناصرية مركز محافظة ذيقار والتي واجهتها القوات الحكومية والميليشيات بقوات مفرطة أسفرت عن عدد من الشهداء وعشرات الجرحى لتنطلق شرارة الغضب الشعبي من ذيقار إلى المحافظات المجاورة وصولاً إلى بغداد عنف التعامل الحكومي والميليشيوي أذكى نار الغضب في نفوس الشباب العراقي فأعلنوا التصعيد الثوري في عدة محافظات وخرجت التظاهرات في النجف وكربلاء والقادسية وواسط وبابل وميسان والبصرة والمثنى ناهيك عن العاصمة بغداد التي شهدت توافد أعداد كبيرة إلى ساحة التحرير تضامن مع المتظاهرين في ذيقار وكان اللافتاً في بغداد مشاركة النساء والفتيات إلى جانب الشباب لتعبر التظاهرات عن مختلف شرائح المجتمع العراقي في العاصمة ولتؤكد أن محاولات تدوير الفاسدين وإعادة تنصيبهم في مناصب جديدة لم تعد تنطل على أبناء ساحات الاعتصام والتظاهر ومع انتشار الغضب الشابي على الخريطة العراقية تؤكد وكالة فرانس برس أن ذيقار لا تزال على صفيح ساخن لا سيما بعد أن أمهل المتظاهرون المحافظ الجديد ثلاثة أيام لتحقيق مطالبهم والكشف عن الجهة المسؤولة عن قتل المتظاهرين وإلا عادت التظاهرات بصورة أقوى وأكثر زخما من سابقاتها وعلى الرغم من الإجراءات القمعية التي أنتهجتها القوات الحكومية والميليشيات في مواجهة التظاهرات الأخيرة والتي تنطلق من محاولة الحكومة عدم السماح بتظاهرات كبرى ومنع الاعتصام في الساحات إلا أن ناشطي تظاهرات ثورة تشرين يؤكدون على أن ما يجري حاليا يمثل موجة جديدة من موجات الثورة التي تهدف إلى إسقاط نظام المحاصصة والفساد وبناء عراق العدل والحرية وحقوق الإنسان